وضمن العمليات الاستباقية لتعزيز السلم الاهلي نفت وزارة الداخلية عن انتشار نوع من المخدرات بين طلاب المدارس وتجمعات الشباني في العراق ونقل عن قسم محاربة الشائعات بالوزارة توضيحا بخصوص ما وصفته بالمقطع المركب وغير الصحيح الذي انتشر عبر برامج مواقع التواصل الاجتماعي واضحة أن الفيديو يعود لتقرير نشر على قناة بي بي سي على موقع اليوتيوب قبل ثلاث سنوات ويشير إلى حالة بكاء هستيري تصيب طالبات في المغرب ولا علاقة له بمزاعم مخدر الزومبي بين الطلاب مدارس العراق وغيرها من التجمعات الأخرى قسم محاربة الشائعات بالداخلية العراقية دعا إلى أخذ الأخبار من المصادر الرسمية وعدم تصديق الشائعات التي تستهدف الاستقرار الاجتماعي في العراق